ان انت تلعبني وانا ناقص هي دي بطولة ان انت تلاعب فرقة ناقص 13 لعب ومع ذلك النادي الاهلي هيلعب ورجالة وهنعمل اللي علينا وجهاز الفني بيعد اللعيبة وبيعد الدنيا كلها ونلعب ونقاتل حتى النهاية ولكن هي دي البطولة انت كده نجحت تاخد بطولة تتسجل لك وانت بتكسب فرقة او هتلاعب فرقة مش هتكسب هنقاتل وهنفوز ان شاء الله ولكن هل من البطولة ان انت تاخد بطولة من المنافس او تقول ان انا عايز اخد بطولة او لعب المنافس ناقص 12 لعب ده محمد رشوان محمد رشوان في طولة في الولمبياد المنافس 84 المنافس بتاعه قدامه بيلعب بس جاله اصابة اثناء الماتش وهو في الرنك احسن منه ولو مشت المباراة بالعدلة هكسبك هيكسبنا هيكسب محمد رشوان محمد رشوان رافض انه يكسب بالطريقة دي فين فين يعني زي ما يقوله الفير بلاي فين يعني انا كراجل مسؤول لازم اتحقق ان فيه فير بلاي طب احنا ما عندناس مشكلة طب ما الفرقة لقبت كام لو خسرت واحنا بنقذر فرقتنا وبنقولهم احنا وراكم ورجالة وانتوا عملتوا اللي عليكم بالتوفيق في اللي جاي ما قلناش حاجة ما اعترضناش وما قلناش الحكم عمل والحكم سوى وده حمل قلنا ان احنا خسرنا وفرقتنا رجالة وهتلع احنا عندناس مشكلة نخسر على فكرة ولا عندنا مشكلة بطولة تروح منا مفيش مشاكل كل ده هنقاتل على البطولات وننادي البطولات ولكن احنا بنتكلم على ان الحق هو اللي يحصل الحق انت احتمالين وهنبدل نقولهم يعني البطولة تتلغي وخلاص انتهى الموضوع يتلعبني بالقايمة الجديدة ولانو انا بقول حاجة غلط يا جماعة بدون تجاوز وبدون تجريح في حد رؤوا لنا انتوا غلطوا عندكم صفحاتنا والسوشال ميديا ويريت بعد اذن حضراتكم يعني الناس ترجع قرارها بمسؤولي فتحاد الكرة اليد واحنا ثقا ان شاء الله ان الحق هو اللي هينتصر في النهاية طبعا والصح هو اللي هينتصر في النهاية